معاناة متواصلة ومتفاقمة يحياها أهالي مدينة الموصل ولا سيما الأطفال منهم بالرغم من مرور ما يقرب من العام ونصف العام منذ أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي استعادة السيطرة على المدينة بالكامل أطفال الموصل الذين عاشوا ويلات الحرب وعاينوا القتل والدمارة والدم المستباحة في شوارع مدينتهم وفقدوا خلالها الأب أو الأم أو الأخ أنهكهم الفقر والجوع بعد نهاية الحرب وتأخروا مشاريع إعادة الإعمار فلجأوا إلى العمل في جمع المخلفات المعدنية وسط القنابل والألغام من أجل بضعة دنانير بالكاد توفر شيئا من الغذاء لأسرهم من أشتغل بقى الشغل بل تاب المدرسة ما نعيش الفقر يجبر هؤلاء ليس على العمل فقط بل كذلك يجبرهم على التسرب من التعليم لتوفير وقت إضافي للعمل ولتوفير المصروفات التي كانت ستنفق على التعليم من أجل شراء الغذاء لأسرهم الفقيرة وبحسب موقع لوبسايدر الفرنسي فأن الأطفال الذين يعملون في جمع المعادن تتراوح أمارهم بين سبعة وثلاثة عشر عاما ويتجولون بين المباني المدمرة بحثا عن ما يمكن بيعه لكسب بعض المال الذي يجنون منه نحو ثلاثة دولارات يوميا يحدث ذلك بينما تكتفي الحكومة في بغداد بإطلاق الوعود بشأن إعادة إعمار الموصل وغيرها من المدن التي دمرتها الحرب في حين ينشغل السياسيون بصراعهم على استكمال ما لم يستكمل شغله من المقاعد الوزارية غير مبالينة لأن ناتي شعب أجهدته ثلاثية التخلف الحضاري الجهل والفقر والمرض في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم